نظمت مدرية الصحابة الغربية على مدار يومين قافلة طبية في قرية دمشيت إحدى قرى مركز طنطا بمحافظة الغربية يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرية شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 1120 مواطنا وصرف الدواء بالمجان كما تم تنظيم عدة ندوات تثقفية للمواطنين حول التوعية وإجراءات الوقاية وتم تحويله 26 حالة إلى المستشفى المنشاوي العام لاستكمال الفحوصات اللازمة لإجراء بعض الجراحات